بحسة يد اثمالك حصلت على الموافقة للسفر للمشاركة في البطولة العربية اللي هتنطلق غداً في المملكة العربية السعودية وهي البطولة اللي اهميتها بتأتي بمشاركة فريقين مصريين هما الزمالك والبنك الاهلي اهميتها بتأتي من ان المتوج بها سيسافر من جديد الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية او السوبر جلوب لكن تفاصيل الأزمة كنا أول من تابعها بأن الزمالك عليه فلوس كتير قوي للاتحاد المصري لكرة اليد واتجاهات أخرى هي مستحقات لاتحاد اليد، مستحقات لمدير فني الزمالك السابق الإسباني جرالد ومستحقات لمحترفي الزمالك الأجانب السابقين أو السابقين ومستحقات للاعبي الزمالك من المحليين اللي مقدمين شكوى هما كمان الاتحاد لحد مبارح بيقول أن الزمالك لن يسافر فما هي تفاصيل سفر بعثة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبضة أنه دلوقتي حالاً تقدر تقول أن في عشرين فرداً من بعثة الزمالك تواجدوا في مطار القاهرة قبل أن يستقلوا الطائرة في تمام الثانية فجراً للمشاركة هناك قبل ما نتكلم في التفاصيل أقول لكم أن الزمالك البعثة اللي تحرك الساعة 2 هتوصل السعودية قول الساعة 5 الفجر الساعة 5 الفجر هتروح قبل ما تنزل الشنط تتحرك بأوتوبيسات عشان تتجه إلى الطائف وهي هناك أو الدمام عفواً وهي هناك بتوصل مثلاً الساعة 12 عندها ماشي الساعة واحدة الظهر طبعاً قصة صعبة مرهقة مش دي بس الأزمة الأزمة كمان إن في ستة آخرين هيلحقوا بالبعثة غداً أبرزهم النجم أحمد الأحمر اللي النهاردة اتقلوا تعالى يلا هنمضي العقد الجديد علشان يوقع العقد وبالفعل تم إعلان انضمام أحمد الأحمر رسمياً بعقد جديد إلى نادي الزمالك لكن اللاعب تعذر سفره مع البعثة الأولى النهاردة بسبب ظروف صحية لوالده ربنا يا ربي يشفيه ويطمنك عليه يا كابتن أحمد بإذن الله مش هيلعب ماتش بكرة أحمد الأحمر لكن المفروض إن اللي هيوصلوا بكرة بإذن الله يلعبوا المباراة الأولى بإذن الله بالنسبة لفريق الزمالك أمام عين التوتا الجزائري واللي معاه في نفس المجموعة أيضاً الهدى السعودي والعربي الكويتي والشعلة اليمني تعالوا ندخل على تفاصيل وصلة فين وإزاي تحلت لو ممكن وصفها بأنها حلت حتى وإن كانت متأخرة جداً مسؤولوا الزمالك أعلنوا حل أزمة سفر الفريق الأول لكرة اليد اللي مشاركة في البطولة العربية اللي بتصادفها السعودية من 16 ل 27 أغسطس ومؤهلة إلى سوبر جلوب الزمالك في المجموعة الثانية مع الهدى السعودي العربي الكويتي وفاقعين التوتا الجزائري الشعلة اليمني الأزمة بدأت بسبب أزمة مستحقات الزمالك المتأخرة الخاصة بالإسباني ماتيو جارالدا مدرب الفريق السابق مستحقاته كان بقى 62 ألف دولار تم التواصل معه قبل أيام اتعرض عليه 40 ألف دولار وتسوية المتبقي رفض إدارة الزمالك بحسب ما ورد إلينا نجحت في توفير المبلغ كاملاً اللي هو 62 ألف دولار ولما يروحوا السعودية هيددولوا الفلوس ليه؟ لأنه هو نفسه موجود في السعودية وبالتالي لحل الأزمة نهائياً إدارة الزمالك كلفت أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى بملف حجز طائرة للفريق للسفر للمملكة العربية السعودية للاشتراك في البطولة العربية بالفعل تم حجز طائرة تنطلق في الثانية صباح الغد اللي هو كمان ساعة ثلاث ساعات يعني طائرة خاصة مسؤوله الزمالك أيضاً نجحوا في تجديد لكابتن ونجم الفريق أحمد الأحمر وتوقيع عقد جديد قبل السفر هيتأيد بكرة يسافر بكرة يلعب الماتش اللي بعده طب إيه هي متشيات الزمالك؟ علشان تبقى برضه متابع القصة أنت متابع الأزمة أكيد متشيات الزمالك مبدئياً بكرة الساعة 11 الصبح اللي هو واحدة واحدة الظهر يعني بتوقيتنا أعتقد معلوماتنا أحنا مع وفاق عينة توتا الجزائري بعدها أمام العربي الكويتي الخميس اليوم اللي بعده على طول العربي الكويتي بعدها أمام الهدى السعودي يوم الجمعة مساءً بعدها أمام الشعلة اليمني يوم الـ 2-21 أغسطس فبالتالي مبارات بكرة دي يعني كان كده كده فيه احتمال الزمالك مايلعبهاش فالزمالك هيروح يلعبها إن شاء الله يكسبها لكن فيه ظروف صعبة بكل تأكيد إنما في النهاية حلها أفضل من عدم حلها كيف حلت؟ لأنه الحد مبارح اتحاد اليد بيقولنا مش هتتحل إلا لما الزمالك يسدت كل ده تواصلنا مع الكابتن محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد فكانت له هذه التصريحات الخاصة عن كيف سيسافر الزمالك قال باعتة الزمالك هتسافر فجرا الزمالك حتى الآن لم يسدد مستحقات الإسباني ماتيو جارالدا مدرب الفريق السابق اللي قيمتها 63 ألف دولار قال إن الاتحاد الدولي اتخذ قرارا وأخترنا به بعدم مشاركة نادي الزمالك في البطولة العربية إلا بتسديد غرامة ماتيو جارالدا الزمالك مطالب بتسديد مستحقات مدربه السابق بجانب رسوم المشاركة في البطولة العربية اللي هي 30 ألف دولار وبالتالي الزمالك المفروض عشان مبدئيا كده يلعب ماتش بكرة يدفع الثلاثين والتلاتة وستين يدفع الثلاثة وتسعين ألف دولار اللي هما تقريبا تلاتة مليون جنيه مصري وبعدها يسافر أو يشارك في المباريات بحسب تصريحات رئيس الاتحاد فبالنسبة لمستحقات الاتحاد المصري لكرة اليد سنطالب الزمالك بضرورة سدادها كاملة قبل انطلاق الموسم المحلي ليه؟ لأن الزمالك يمثل مصر في البطولة العربية ولذلك قررنا تأخير الحصول على مستحقات الاتحاد المصري لما بعد الانتهاء من المسابقة ولكن تسدد كاملة قبل انطلاق المنافسات المحلية يوم 1 سبتمبر إذا أراد الزمالك المشاركة في الدوري والمسابقات المحلية يعني واضح أنه فيه تراجع أو خطوة تراجع من الاتحاد المصري لكرة اليد إلى الحد مبارح كان بيقول أن احنا مش هيشارك الزمالك إذا لما يسدد كل ده دلوقتي بيقولوا طب يخلص اللي عليه مع الاتحاد الدولي بالنسبة للمدير الفني الإسباني ورسوم البطولة العربية ولما ييجي إحنا هنأخر مستحقتنا لعلى أقل يعني 14-15 يوم حتى الأول من شهر سبتمبر بإذن الله كده القصة بتاعت كرة اليد واضحة وبالتوفيق للزمالك إن شاء الله وللبنك الأهلي بإذن الله وأن الفريقان يمران بخطواتهما ناحية النهائي وأن يتوج به أحد الفريقين بإذن الله عشان يلحق بالأهلي في المشاركة في السوبر جلوب بإذن الله طيب